بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي ابنتي المقبلون على شهادة الباكالوريا جميع الشعب ها هو خلاص الباكالوريا التجريبي وابقالنا الباكالوريا الحقيقي اللي لنستنوه منذ سنوات ونراجع له منذ شهور الكل فيكم بولادي ابنتي يطرح هذه الأسئلة هذه الأيام واشنو السؤال اللي هو كيف أكتسب الثقة في النفس وأقضي على مشكلات الخوف كيف أستغل الوقت المتبقي بالرغم لم أراجع بعد يعني لم أنطلق بعد في المراجعة يعني الرسمية كيف أتعامل مع مواد الفهم رياضيات فيزياء علوم تكنولوجيا فلسفة كيف أتعامل مع مواد الحفظ ومشكلة النسيان كيف أنجح في الباكالوريا على الأقل بمعدل عشرة أو بمعدل عالي أكثر من خمسة عشر سؤال الأخير كيف أحقق حلمي شوفوا لدي ابنتي أول سؤال على بالي به على بالي بكم هو كيفاش نكسب الثقة في نفسي ونقضي على مشكلات الخوف والدليل على ذلك كيف يجمع فوتو هذا من هذا الباكر التجريبي لما مدون الموضوع أو لما مدون الموضوع ما عرفت والو بدأت تفرفش ما عرف والو صاحة شوفوا أول حاجة أولادي أول شي تخليك تكسب الثقة سمعوها مليح هو الدراسة الفردية في الدار هو القرية في الدار هي أول حاجة تخليك تكسب الثقة يعني هذه الأيام اللي رهي جاية ما تبقوش ما صباح للليل وانتو ما في ليكور خلاص قليتوا سبعة شهر ولا ثاني شهر ليكور ندرك هذه الأيام حاولوا تستغلوا الدار لأن الدار هي اللي تخليك تكتسب وتكتسب ببنتي الثقة في النفس هذه أول حاجة تقضيلك على الخوف يعني كما يقول للبناء تعلمي طيبي في الدار خلاص هذه النقطة الأولى اللي لازم لكم تركزوا عليها الثقة في النفس هي الدراسة الفردية معلش الإنسان يحدي اللي يكور بس صحنا الصباح للليل لا لا علاه لأن الاختبار أو الباكالورية الرسمي تفوت وحدك من كاش اللي يعاونك هذه النقطة اللي أولا ركزوا لي عليها كيف أستغل الوقت المتبقي بالرغم إما راجعت أو راجعت غير شوية أو ما زال ما بديتش كامل شوفوا لدي هذه الأيام هي لازم لكم ملخصات جميع المواد تقرأها هذه الأيام ملخص مثلا نروحوا إلى مدات الرياضية الرياضية لازم تدير ملخص لجميع الوحدات كيفاش ملخص الأهم القوانين التي تحتاجها وملخص لكيفية الإجابة على الأسئلة قال عندي مشكلة مثلا مع رسم المنحنة لازم نتعلم رسم المنحنة عندي مشكلة مع المناقشة لازم نروح نحل مشكلة المناقشة عندي مشكلة مع تركيب الدول لازم نروح عندي مشكلة مع القيمة المطلقة لازم نروح عندي مشكلة مع المجامع لازم نروح عندي مشكلة مثلا الواحد أدبي عندي مشكلة مثلا مع الدل لكثير الحدود لازم نروح هذه الأيام لازم تحل المشكلة التيعك مع جميع الأسئلة التي تعرضت لها إذا حبته مواد الحفظ كذلك ملخصات وتحاول هذلك الملخصات تكتبهم وحدك بها تكتسب بثيقة تقدر تحلل مثلا باك ولا زوج ولا ثلاثة غير باش واش توظف المعلومات اللي رك تقرأ فيها هذه هي النصيحة تعلق أستاذ نوردين ملخص لي للدروس زائد معرفة الإجابة على جميع الأسئلة اللي نشوفها خاصة جيف الباك انتهي كذلك اللي لم تنطلق الآن هذه الأيام ملخص هذه الأيام واحد أخوكم بعث لي من الصحراء قال لي يا أستاذ لم أنطلق قلت له روح شوف ذاك الملخص اللي حطيته تاعة داول ماشي تاعة داول تاعة الرياضية كامل اللي حطيته بعد يومين عاود رسلني قال لي يا أستاذ لما شفته فتحت لي الشاهية في مادة الرياضية هذه نصيحة لكم الأولاد البنات اللي تسمعوا الحديث وتحولوا تطبقوا منه كيف أتعامل مع مواد الفهم تعامل مع مواد الفهم هو قوانين كامل تبدأ تعرفهم وتتعلم الإجابة على الأسئلة خاصة أكثر شيوعا كل محور في الرياضية كاين أسئلة كل عام تتعاود لازم هذه على الأقل تكون تعرفها حبيت الزيد تدي نقطة مليحة زيد رحوا لهذه الأسئلة الوعينين اللي يجونا بزاف خاصة في الأواخر بتاعة التمارين زيد أتعلمهم احنا الحمد لله رانحطينهم في اليوتيوب وهذه الكلامة موجهة لجميع الشعبة حتى الفيزية حتى العلوم حتى التكنولوجيا حتى الفلسفة حتى اللغات كل الأمور هذه الأيام لازم تمشي بهذه العقلية ودائما هذا الأمر حاول تديره في البيت وحدك ولا مع زميل لازا ميلتيك تقرأه مع بعض كيف أتعامل مع مواد الحفظ ومشكلة النسيان شوفوا لدي مشكلة النسيان ما كمشي غير التالكة الكثير يقول أنا ننسى يقول لك كله بني أدم ينسى قع كمان ننسى ودواء النسيان شكون هو التكرار يا أخوي أنا نسيت واحدة الدرس روح نكرم ماشي نبقى نقول أنا نسيته قع ننسى أولادي مكاش لي ما نساش يكرا أنا نجو نصلوا وننسى ما تشفاش إلى صليت زوج ركعات ولا ثلث ركعات ولا ربعة إذن مشكلة النسيان دواءه التكرار مشكلة النسيان هو البراتيك مثلا درس ما حابش يدخل في راسك روح جبد باك وقول لباكالوري تجريبي وحاول وحدك فيه وحاول دائما جبدك القرسطعك ودي منه المعلومات هذا الشي هو اللي يرسخ المعلومات الولادة اللي بنات سمعوا النصيحة يرحم والديكم كيف أنجح في الباكالورية وهذا هو الهدف الأسر لكي أنجح في الباكالوري يجب أولا تكون عندي ثيقة في ربي سبحانه باللي أنا نقدر أن ننجح الأمر الثاني هو هذا وهذا 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 لازم الكلام اللي يقول فيه الأستاذ نوردين حاول تتبعه والله لو تقرأ قادر في أسبوع فقط أسبوع والله يجيب الباك بعشرة ولا أحداش علىه اسمعي الكلام فقط وحاول تتبقه يا أستاذ هل نشوف هذا الأيام مراجعة شاملة؟ نعم مراجعة شاملة كذلك تستفلك المعلومات في رأسك اللي حاب ينجحها بعشرة على الأقل يستغله وشرا نقول لنا ملخصات حلبة كلها زوجة ثلاثة بها نكتسب الثقة ونتعلم نقرأه في الدار معلش تروح تقرأ للكور لكن أنا قلت أكثر منهرة تخلص به الغالي يبقى بمعدل عالي على أكثر خمسة عشر يا سيدي على ما شي سبعة عشر على ما شي ثمانتاش ما كاش مشكل ما كاش حاج يسموها وعلى كما رح يقدر واحدة ولا واحدة رح نشوفه فيما يجيب معدل 18 و19 هو بشر كما أنا عادي غير هو برك ما يخافش وكسب الثقة ولا كسب الثقة في نفسها هذه الأيام يسموني نقرأ ونتعب في الدار ومنستف المواد قال هذه المادة خلاص قضيت على المشكلة تاحها هذه المادة قضيت على المشكلة تاحها ومن بعد أيام عاود رحل باكو يا زوج باهزي يتوظف على ذلك الشي اللي حفظته كيف أحقق الحل يقول لك على قدر أهل على قدر أهل العزم تأتي العزائي يعني انتان واش تتفكر واش تتبحث ربي يعطيلك ترزق قدر النية تاعك ترزق قدر التعب التاعك أتأكدي بنتي والوليدي إلا كان لحلم تاعك تجيب باك ب17 تجيبه ب18 تجيبه وب19 تجيبه كما نجابه خوتك وخوتاتك إلا أنه لازم تسمع الناصيحة هي اللي توصلك أول شيء هذه الأيام راه يعود الأستاذ تعودوا تقرأوا في الدار وتعودوا تنظموا الأفكار التوعكم يا أستاذ هل معلش لو كان نقرأ يومين مادة وحدة ما يهمنيش يهمني آني نقرأ واحد يقول يا أستاذ هل نقرأ معلش فانهار وفالليل ما يهمنيش هذه الأيام كان مراكم ليبر في الدار معلش تروح مرات تخرج مع زميلك تروح تقرأ معاه ولا أنت مع زميلتك تقرأي المهم إلا لقيت ذيك الدراسة الجماعية رجيب لي غير المشاكل وضيع لي في الوقت أنا ما عنديش وقت فانتم معي الآن أجمل حاجة أن ندرك في اليوتيوب أي مادة تروح تحوس عليها تصيبها وربي جزي كل شخص وكل أستاذ وكل طالب راه يعاون الطلبة في اليوتيوب هذه الأيام أما الأستاذ نوردين بإذن الله لن يتخلى عنكم حتى الليلة تالية يدعو لي غير ربي سبحانه ويعطيه قدرة من عنده فقط أنا إحنا ندير هذه المهارات دورات لكن أستاذ نوردين قبل ما يفكر يديرها اللي يحضروا يديرها الجماعة عن بعد يعني نحطوها لكم في اليوتيوب أولادي بنادي المهم نهار الرزيطة نسمع منها ونسمع منها وإن شاء الله نسمعو الله حتى إن شاء الله يا ربي أنت أو أنت تلحق لهذا المعدل المكاش حاج يسموها وعرا وإن شاء الله في الرياضيات مكاش يسموها وعرا أحد المتابعي الأستاذ نوردين ما قلوش محسوب أنا كان يتبع في عمره سبعون سنة جاب والله تسعتاش ونص في مدة الرياضيات وتخرج العام ماضي أنا قلت لكم من ودسوف إذن مكاش ولادي بناتي مستحيد شوفوا إجابة التي كنت تحوسوا عليها جاوبنا لكم عليها دشنها ودشنها عندك في كراس وتوكل على ربي بإذن الواحد للأحد تجيب وتجيب الباك إن شاء الله آخر واحد يجيبنا الباك على الفيديو ذركي إخلاص لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحمة والرحمة الطاهرة على الأقل 10.07 سلام